القوانين بقى المنظمة للعملية دي يعني السيادة اللي هو أكد وحضراتكم أعتقد متفقين على ده إنه ده المخدرات طبعاً دي جرائم عالمية وزي ما السيادة اللي هو قيل مفيش دولة في العالم بتقدر بنسبة 100% تحكم عدم تهريب مخدرات لداخلها إحنا في مصر هنا موقفنا إيه بالزبط؟ محتاجين إيه؟ هل عندنا تششعات الكافية معاقبة تاجر المخدرات عقوبته إيه؟ مفضل طبعاً أنا بنضمن لكتير من ما جاء في حديث معالي المساعد في فكرة إن إحنا في جهود يعني كويسة جداً لوزارة الداخلية فيما يخص ضبط الجريمة ولكن إحنا عندنا متغير نوعي حاصل من 2011 لغاية النهاردة ما بقتش القصة تاجر المخدرات الكلاسيكي بتاع زمان اللي بيحط المخدرات في الكفن النهاردة بتردت الجريمة تتطور بشكل كبير جداً جداً عندك متغير تاني عندك إرهاب في بعض الأماكن فبرضو بقى فيه لوت كبير على وزارة الداخلية ولكن فيما يخص فكرة إن إحنا أصبح عندنا بعض الشيء ضبط لإيه لعدد من أنواع المخدرات اللي داخلها مصر خلينا النهاردة يبتري تاجر المخدرات يبتري يتفتخ زهنه عن حية جديدة يعني خلينا أقولك لغاية فترة قريبة شوية ما كانش فيه كان مثلاً بتمسك بمخدر الفودو أو الستروكس دوات ما كانش بيلاقي فيه مخدر ما كانش لسه مدرج ما كانش مدرج على الجداول عندنا سيدة لو كان بيتكلم للغاية بيقولك فيه وصلنا لأكتر من 1500 نوع فبرضو زي ما احنا بنقول إن قاعد تاجر المخدرات قاعد كل يوم والتاني يبتكر ويطور حاجة جديدة فأصبح النهاردة هو بيجيب اللي هو بعض الأعشاب البردقوش أو كذا أو كذا وبيحط عليها بعض المواد المتطيرة وا 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 ونلاقى وعاعتقد فيه فيديو شهير جداً منتشر على السوشيال ميديا بيقول إن هم بيصنعوا الحاجة دي إزاي حتى قالوا إنه فيها حاجات تخص اللي هي قتل الفران والحاجات الزكيئة القوارد وفي ناس كتير ده أنتم مخدرات لسه زبط قضية لسبوع اللي فات ستة كيلو ونص ستروكس هو ده الفوديو ده مظبوط سم فران هو الفوديو ولا ده حاجات والاتنين حبوب مش كده لا 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 ده عشب عشب وبيحطوا عليه حاجات آه بيتخذ ازاي يعني بيتم يتناولوا ازاي بيتحط على زي السجاعة عالتبق والسجايرة حاجات دي بتشرب زي البانجو فده طب ما ده لو تعب السجايرة عادية فعلاً يبقى صعب قوي إن أنا نلاقيه لا ده بيموت ده كمان في ناس كتير في حلاك كتير صعب إن أنا أكتشفه يعني صعب إن الزابط آه يعرف إنه فلان ده معاه ما هو سجاير فهو حيعرف إزاي لا لا ما بيقى بين السجارة نزبوء للسجارة اللي هي العادية يعني بيقى بين نزبوء اللي فات إدارة المخدرات الزبطة عضية حاز القضية عبارة عن عشب أنا حرجع سم فران سم فران صارصير أيها فهي الفكرة إن إنتي الأزمة عندك دلوقتي مش في مجر مش في فكرة البناء الحماية التشريع البناء الحماية التشريع متواجد عندك حقوبات تصل إلى حد الإعدام في حالة جلب المخدرات من الخارج ولكن الفكرة دلوقتي النهاردة إن إنتي أصبح ومتعاطي المخدر النهاردة وضع قانوني إيه؟ متعاطي المخدر دي جناية طبعا فيها فيها أحكام كتير جدا حسب الحالة وحسب الكمية تتفوت الأمور لكن ممكن طب هل القوانين متطورة بحيث إنها تشمل الحاجات الجديدة بقى دي؟ القوانين أعتقد إن القوانين أصبحت الآن لكن النهاردة أصبح عندي متغير جديد زي ما قلنا الحاجات ليه أو حتى اللي هو بيقوله عليه الزومبي اللي كان أحد الأشخاص كان جاوه كان في عقعة شهيرة في المعادي وعد حد وعواره ده كان جاي من أحد البلدان الأفريقية وكان شاب من جنسية أفريقية هو اللي عمل القصة دي فالنهاردة أصبح ده لما تعاطى المخدر ده حس إن هو يعني مش آه يعني عنده حالة هياج بقى رح عد عد حد وعواره حاجات زي كده فالنهاردة حتى كمان نبتلت اللي هو فكرة التطور بيحصل في فكرة التشريعات أنت النهاردة كمان الأنواع الجديدة والمستحدثة أصبح أن أنت عشان تلحقيها من الناحية التشريعية أصبح ده أمر مرهيك ليكي ولكن يعني ستيل إن إحنا بنقول إن عندنا إدارة المخادرات شغلة بشكل كويس القوانين شغلة بشكل كويس وأنا بكلمك وأنا راجل بتاع قانون في المقام الأول في رأي شخص المتواضع إن القانون لوحده لن يحدث الفارق القانون لوحده مش هيخلي إن إحنا النهاردة عندنا فكرة بنقول إن نسب تعاطي المخادرات ما بين طلبة المدارس ومن الطلبة الجامعين ازدادت بمثلا بمقدار اتنين وسبعة من عشرة مؤخرا ده بيقول بيديني مؤشر خطير إن أنا النهاردة أصبح بدلا ما كنت بتكلم زي ما حكيت بتقولي على بعض الناس اللي هما بيتعطوه علشان فكرة إن هو هيخلي تركيزه أعلى وهو بيسوق أو كذا أو كذا أو حتى كمان بعض خدم المنازل بالتالي إن هم ياخدوا ترمدول وياخدوا التمول وحاجات دي عشان تخليها تشتغل أكتر فالنهاردة أصبح بعض التسريبات تحصل من الطلبة البعضيهم أنا عايز أصهر بالليلة زاكر عايز أطبع عشان عندي امتحان الصبح تب خد لك النص البرشامة دي وسواء النقل زي ما كنا بيقول وسواء النقل البعض منهم وأعتقد إن القرار ده برضو أحد أشكال تطور التشريعي القرار اللي صدر بمنع سير النقل داخل البلاد قبل الساعة 12 بالليل ويشتغلوا على الإقليم الدولي ده وجي نتيجة إن شفنا طريق السحل الشمالي وعدد طبعا في الفترة اللي فاتت عدد من الحوادث المروعة حصلت فيه فده النهاردة بيقول إن إحنا فكرة إن إحنا بنقول إن إحنا التطور التشريعي لمجابهة مثل هذه الجرائم المتطورة أي نعم ممكن يجي بطيء شوية ولكن إحنا شغالين عليه أو الدولة شغالة عليه لكن كمان أنا شايف إن المصاري التوعاوي أعتقد أنه هيكون مهم جدا وكمان ملاحظ إن للأسف الشديد أما بتيجي دولة بتشتغل كويس فيما يخص بمجال التشريعات أو حتى مجال ضبط ومكافحة الجريمة ومتعاطيها أو حتى كمان وزارة الصحة وزارة الضم الاجتماعي كل هذه الأمور بيجي عندي حد تاني بيعمل خرق في هذا الجدار الحمائي ألاقي مسلسل طالع بيقدم لي التاجر المخدرات أو بيقدم لي الراجل اللي هو خارج على القانون إنه هو الشخص الكويس جدا اللي بيبتلي فترة صغيرة جدا الجدع اللي بيحب أسرته حوله منه الحسنويات ومه وقفة في البلكونة بتدعيله ويقول لها دعيله وبتحدف له قبلة في الهواء عشان هو تاجر مخدرات فده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة أنت عندك دولة بتحمي عندك وزارة تضامن عندك كذا عندك وزارة عادل عندك وزارة داخلية عندك مجتمع مدني عندك إعلام ويعي هو البرنس بتاع المجتمع ده كله وهو راجل اللي بيقدر يحقق كل نفوزه وعنده قوضة مليانة فلوس بيقعد ينام عليها وبيقول إنه هو حقق كل أحلامه لكن إنت بتيجي النهاردة بتديني الكابسولة في الآخر خالص إنه هو مات أفتكر زمان الدراما زمان كان بيتتكلم على تأصيل وترسيخ عدد من القيم المجتمعية بيطلع لي الراجل اللي هو تجري المخدرات أو الخارج على القانون لازم في الأول بيقول لي الراجل ده ما صاره هيكون إيه في النهاية لازم بيقول لي إن دائما وأبدا القيم السابتة في مجتمعنا من خير وحق وجمال وكذا وكذا هي اللي بتنتصر العدل هو اللي بينتصر ولكن في النهاية النهاردة أصبحت الصورة معكوسة أصبح النهاردة إن أنا بلاقي إن حتى اللي ما عندوش خبرة اللي ما عندوش خبرة إن هو إزاي يعمل سجارة المخدرات أو يتفعط بعض الأنواع النهاردة النهاردة أصبح أصبح الفيلم والمسلسل بيعرفوا إزاي يعمل دوت يعني أنا بيشوف دايما كتير دكتور ماشحب بتاع لمونة أنا نفسي أعرف الليمونة دي بيعملوا إيه حلقة تبقى تقول لدي أو الله يصح الليمونة دي بتعمل ايه أنا نفسي أفهم الليمونة بيعاملو بها إيه فتلاقي حاجات كتير النهاردة أصبح إن أنا عندي جهود دولة شغالة في مكان ومجتمع المدني شغال في مكان واعلام واع شغال في مكان وتلاقي النهاردة بيطلع آآ فكرة المخدرات في الأفراح الشعبية اللي بنشوفها هيجي بعض الناس وده كان مصار حديثي مع أحد المخرجين المشهورين جدا طبعا ما سألته عن الموضوع ده قال لي أنا ما تجيب من الواقع والتقول طب ما الواقع برضو يعني فيه حاجات كويسة نعمل سبوت لايت على الحاجات الكويسة ولكن فكري غير فكري غير فكري ده غير فكري ده ربما الأرباح التجارية وحسابات رأس المال بتلعب بعض آآ الدور في هذا الأمر إن هو عارفين دلوقتي أصبح عنصر الجزب راح لفين بنجيب آآ نمازج إيجابية يعني حتى يمكن النمازج الإيجابي طبعا المشارف بالنسبة لنا فخر العرب محمد صلاح أما عملوا الحملة بتاعت المخدرات صحيح أظن إن هي لم يتم لم يتم استخدامها بشكل جيد ولم يتم الترويج لها بشكل جيد ولكن هي خطوة على الطريقة أتمنى إن هي تكون في المستقبل أفضل بإذن الله دكتور